الآن نسترد معاً أهم ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطاع غزة المنكوب عزيزي المشاهد عندما نذكر ثلاجات الشهداء في غزة ماذا يمكن أن نقول فثلاجات الشهداء في قطاع غزة بها أجساد مزقتها القنابل المحرمة دولياً أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على السكان المدنيين أجساد محروقة ومهشمة وناقصة لا أقدام ولا رؤوس ولا حتى أيدي أعين محفورة بالبرود والرصاص أشلاء مبعثرة تتكدس على بوابات القيامة تنطفض موتاً كأنها لا تريد أن تموت بداخل ثلاجة الموت في غزة يوجد أطفال استضطهم الصواريخ الإسرائيلية وهم يلهون على الشاطئ ولعبون هاربين إلى الماء من النار لإطفاء حرائق الإبادة في أحلامهم وطفولتهم بداخل ثلاجة الموت في غزة المئات من جثامين الشهداء غارقين في صمتهم الأبدي بعضها قادم من ساعة السحور وعند الفجر وخلال قراءة القرآن وبعضها في الطريق المليء بالركام من الشارع إلى البيت تحمل كيساً أو تحمل كيساً من الخبز وقننة ماء وبعضها خلال النعاس المتوتر ظلت نائمة بأحلامها تحت صقف البيت فلنشاهد تحتبن الذين قدلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يمزقون فرحين بما آتاهم الله من فضه وأستبشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلقهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحتبن الذين قدلوا في سبيل الله أمواتا